اعتبرت بريطانيا أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان المحتل تصعيدا خطيرا في منطقة الشرق الأوسط وسوف يترتب عليها عواقب وخيمة يجب العمل على منعها يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر ديبلوماسية إن تنصيقا عسكريا كبيرا بين واشنطن ولندن وعدد من الدول للتصدي لأي هجوم عسكري إيراني وأن قوات أمريكية وبريطانية شاركت في التصدي للصواريخ الإيرانية والمزيد بشأن ردود الأفعال الدولية على التطورات المتسارعة واشتعال الموقف في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن مرسلنا جمال شهين جمال مرحبا بك معنا على الرغم من أن واشنطن ولندن كانتا على علم مسبق بالهجوم الإيراني بساعة على الأقل كيف جاءت التفسيرات الأمريكية والبريطانية لما جرى طبقا للبيان التنصيقي الذي صدر منهما قبل قليل مساء الخير عليكم جميعا أو صباح الخير في دولة الكويت ما حدثا هو من أن بريطانيا وأمريكا كانت على علم بالهجمات مسبقا أو طلاقة تحذيرا نفته وزارة الخارجية البريطانية رئيس الوزراء البريطانية عقد مؤتمر عاجل وتحدث بشكل صريح وأدان ما حدث وقال أن ما حدث يجعل منطقة الشرق الأوسط على حافة الآوية وأنه أمر غير أمر مبالغ فيه وخطير للغاية ولا يدعم جهود السلام كما أن هناك القوى العظمى دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن غدا لبحث الهجوم الإيراني وتأثيراته على منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الحرب معتبرين أن ما يحدث قد يدور المنطقة إلى حرب شاملة أيضا رئيس الوزراء البريطانيين تهرب بشكل صريح وواضع من الإجابة عن سؤال حول مشاركة القوات البريطانية أو تسخير بعض الجهود والتسهيلات العسكرية بقاعدة أكيتيري البريطانية في قبرص لصالح دعم الكيان المحتل كما حدث في شهر إبريل الماضي أيضا هناك بعض المعلومات أن الحكومة الإسرائيلية طلبت نظيرتها البريطانية بدرورة رفع الحظ عن صدرات بعض السلاح إلى الكيان المحتل بسبب الحرب في غزة كنوع من التأييد لها رئيس الوزراء أيضا تهرب من الإجابة على هذه الأسئلة وقال أنهم ما زالوا في مرحلة التقييم لكنه أدان بشدة ما قامت بهيران وقال أنهم سيلبون جميع احتياجات الكيان المحتل العسكرية للدفاع عن نفسها إذا كانت مقبولة لكنه لم يوضح طبيعة هذه الاحتياجات أم لا أيضا تحدث عن إجلاء الرعاية البريطانيين بأسرع وقت وأن هناك رحلات شارترا ستقوم بإجلاء البريطانيين كذلك تحدث عن اتصالاته برئيس الكيان المحتل مجرم الحرب نتنياهو ومصادفة أكد رئيس الوزراء أنه أثناء الحديث مع نتنياهو كجرت الهجمات الإيرانية وهو ما أشعل الموقف بشكل وجعل رسالة التضامن مع الكيان المحتل تبدو واضحة بشكل كبير وأنه ربما نشهد خلال الأيام القادمة تسهيلات بريطانية إلى الكيان المحتل في محاولة لما يسمى بحق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه أيضا تحدث مع الملك عبدالله ملك الأردن وتخبره ملك عبدالله بأنه هناك حاجة ماسة لضرورة وقف التصعيد والعمل على جهود السلام ووقف الحرب في غزة رئيس الوزراء أكد في المنتمر الصحفي المحدود لأنه كان على عدل من متابعة مؤببارات أرسنال وباريس سنجرمان لأنه معروف أنه شجع أرسنال بشكل كبير تحدث عن أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرورة العمل على خفض التصعيد والتوتر والعمل على وقف الحرب ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وكذلك في لبنان وأيضا تحدث مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني نعم جمال ما هي إمكانية أن تؤدي هذه الهجمات إلى حرب أوسع في المنطقة خاصة وأن التنصيق الأمريكي لبريطاني يسعى لتطويق نطاق الحرب لا أعتقد أن الحرب ستتسعى بل ربما تقوم دولة إسرائيل وهم يناقشونها بشكل عندي بإدراء ضربات تحافظ لها على كيانها وتقوم بإدراء ضربات عسكرية منطقها الحديث الآن يتم عن إدراء ضربة قد تؤثر على النظام الإيراني في محاولة لوقف البرنامج النووي الإيراني توديه ضربات للمصانع والمعسكرات الحربية والجيش والحارث الثوري الإيراني لكن الجميع يستبعد أن يدخل منطقة الشرق الأوسط في حرب شاملة ما حدث بالفعل هو أن الصواريخ الإيرانية ضربت معسكرات للجيش الإسرائيلي ولم تستهدف مدنيين والجميع أكد على أنه من السابق لأوان تقييم ما حدث نحن في انتظار تقييم ما سيحدث وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء البريطاني وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التقييم هو الذي سيحدد طبيعة الرد وتبيعة الاستجابة من الدول الغربية لدعم الكيان الإسرائيلي المحتل لكن الحرب الشاملة لا أحد يدخل لا في منطقة الشرق الأوسط ولا في الدول الغربية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الجميع لا تستدعي أن نوصل إلى مرحلة حرب شاملة مرحلة حرب شاملة فدعني مزيد من اللاجئين من اللاجئين في لبنان والعديد من الدول ومنطقة الشرق الأوسط وخصوصا هذه المنطقة في شرق البحر وفي غرب البحر المتوسط هي منطقة لديم سواء كانت من سوليس شكرا من العاصمة البريطانية لندن مرسلنا جمال شهين شكرا لك على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر